وبقى يردد الآية أنت يقول فيها ربي إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً إلى آخر الآية وكان يردد هذه الآية وأنا أمشي بجانبه وأبكي وماذا رأي يا شيخ؟ لرأيت نفسي قدام يعني كقدام مسبح من المسبح القديمة جداً الأحجار القديمة كبيرة ورأيت داخل مسبح نوح عليه السلام نوح عليه السلام ذراعيه مفتوحين وفيما بعد انتقل مشهد رأيته يمشي وأنا بجانبه وبقى يردد الآية أنت يقول فيها ربي إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً إلى آخر الآية وكان يردد هذه الآية وأنا أمشي بجانبه وأبكي وعندما وصل إلى الآية وإني كلما دعوتهم ليلاً ونهاراً وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً زاد بكائي كثيراً في هذه الآية واستغرقت في هذا الحلم حتى فقط من المعنام أنت من وين تكلم يا رحمة السلطان؟ والله يا شيخ أنا من الجزائر وفي ديار الغربة الآن أنت محافظ على صلاتك وعلى اتباع الهدي النبوي وعلى العاطفة الدينية عندك العاطفة الدينية مع الأخوان اللي عندك من الأخوان نعم يا شيخ أنا قبل عشر سنوات نقول لك قبل عشر سنوات يعني في الخمسة عشر سنة اللي فاتت يعني فقدت والدي وفي الحقيقة كنت على ضلالة وفي صغاري قرأت القرآن والأحاديث وأمور الدينية كانت جيدة ومنذ فقدان والدي ابتعت عني الطريق في الحقيقة والحمد لله بعد هذه الرؤية عندما أفقت كان كان أذان الفجر يؤذن ذهبت ذهبت إلى المسجد ومحمد سلطان محمد حفظت على سلواتي يعني نعم نعم واضح الرؤية واضح الرؤية أنا أتكلم لك في الرؤية لأحين أنت فسرت الرؤية خلاص أنت فسرت الرؤية واضح الرؤية أنه أنت أهتديت والتزمت وأصبحت من المحبين وأصبحت من أهل القلوب الرقيقة جدا في التعامل مع المسلمين خاصة وتبحث عن الوصول إلى أهداف في إسلامك يعني وكأنك تساعد الناس اللي حولك وتحن عليهم مع ذلك أنت مريت بابتلاءات مريت بابتلاءات أنت فسرتها وانتها موضوعها هذه رؤياك تشير إلى التزامك الأكثر وتشير إلى وصولك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أهدافك الدينية ومساعدة الآخرين نعم نعم يا شيخ عندي رؤية ثانية إذا سمحت تفضل يا شيخ رؤية هذه قبل عندها شهر عندها شهر يا شيخ لقيت نفسي في مكان عالي وأرى بحيرة أمامي هناك وكانت في وسط البحيرة إمرأة مسيطرة على البحيرة إمرأة مسيطرة على البحيرة وكانت تلك البحيرة يا شيخ الماء يجي عندي بقوة يجي عندي بقوة كل ما جاء عندي بقوة وردد الآية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله حكا بكل قوة يا شيخ الماء يرجع إلى مكانه وبعد هذا الموقف رأيت اثنين بجانبي شخصين بجانبي ورأيت ناس آخرين أمام البحيرة وتجذبهم تلك البحيرة تجذبهم بالرغم من أنهم لا يعلمون بأن البحيرة ستضرهم وكان الشخص الذي بجانبي يردد الآية قال موسى ما جئتم به السحر عندما يرددها الماء يهيج يهيج صوبنا كل ما يهيج صوبنا يردد الشخص الذي بجانبي يردد الآية ولكن الآية لا تنفع بقدر ما أرددها أنا عندما يقترب الماء مننا بسرعة أردد أنا الآية بقوة يا شيخ يعود الماء يرجع صوب تلك المرأة في البحيرة هذا هو الماء تهى؟ نعم الأشخاص اللي كانوا معك بالمنام تعرفهم؟ الأشخاص اللي أنت شفتهم بالمنام تعرفهم معرفة شخصية ولا لا؟ أعرف شخص واحد يا شيخ الثاني لا أعرفه طيب وهذا الشخص اللي أنت تعرفه بالواقع هو من كان يقرأ الآية أو الشخص الثاني اللي كان ساكت؟ الشخص الذي أعرفه هو اللي كان يقرأ في الآية رأيته وكأنه يتعلم من عندي واضح واضح هذا المنام يدل على الله أعلم وأعلم أسألك سؤال معلش أنت تعاني من مشاكل بالأقدام أو وكأن في تورمات أو بعض زيادة الماء بالجسم؟ عندي يا شيخ عندي بالفرنسية أرني ديسك على ديسك ديسك في الظهر أي طيب هذا المنام يشيري لأنه ربما الله أعلم وأعلم تعرضت أنت وهذا صاحبك لأعمال مؤذية سحرية وصرفها الله سبحانه وتعالى ربما تكون بمشروب أو شيء محطوط أمام المنزل أو مشروب تقريبا وهذا المنام يشيري لأنه الله سبحانه وتعالى صرف عنكم سوء ذلك بالقرآن أنت قرأت الآية نعم هذا صرف سوء عنكم نعم نعم يا شيخ وتيك المرأة المسيطرة على البحيرة المسيطرة هذه أمرأة ساحرة في منطقة مسيطرة على منطقة في أرض قريبة منكم وربما تكون في حدود منطقتكم أمرأة مسيطرة بالسحر نعم أمرأة ساحرة وربما أنت تعرف من هؤلاء الله أعلم نعم يا شيخ بالرغم يعني من أني دخلت في الأمور الأيام هذه الأخيرة دخلت في مجال الرقية وأحاول أرقي نفسي وبعض الأشخاص الذين أعرفهم ونجحت في بعض الأشخاص وبعض الأشخاص أمر مستعصي وهكذا نعم أبدل جهدك فالرؤية تشيري لأنه إن شاء الله رقيتك مؤثرة وقراءتك مؤثرة نعم 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 وعلى أصحابك وعلى أصحابك من حولك نعم 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 بارك الله وفيش يعني من أني دخلت في الأمور الأيام هذه الأخيرة دخلت في مجال الرقية وأحاول أرقي نفسي وبعض الأشخاص الذين أعرفهم ونجحت في بعض الأشخاص وبعض الأشخاص أمر مستعصي وهكذا نعم أبدل جهدك فالرؤية تشيري لأنه إن شاء الله رقيتك مؤثرة وقراءتك مؤثرة أبدل جهدك نعم نعم بارك الله وفيش شكرا 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 شكرا